انت بقى دلوقتي في التحكيم المصري مرتاح شفت السؤال الحلو ازاي? وسهل ازاي؟ كمحمد الحنفي كشخص انا كحاكم انا حاليا لا انا مش مبسوط لسه ليه بقى مش مبسوط لا مش كمحمد الحنفي انا بقى لي السنادي لسه محكمتش بسبب ان انا كنتم صاب في الاختبار اللي هجل بدنية وان شاء الله ليه قعدة في اخر الشهر انا بس بلعب فار بس لحد معيد الاختبار تاني فبمر في مرحلة انا متضايق فيها اتقل لك انك هتعيد الاختبار اه اتقلل نعيد الاختبار عشان لما سألنا في لجنة الحكام ليه كابتن محمد الحنفي محكمش قالوا ان هو اخفق في الاختبارات البدنية ما ارناش بالمناسبة كثرة ان انت كنتم مصاب دي وبالتالي بريرا ودى للفار يعني قال خلاص كابتن محمد الحنفي في الفار وعطاك كان معاك كابتن محمد الصباح هل ما اتذكر هل في مشكلة ولا الموضوع دا هيخلص هنتشوفك تاني في الارض لا ان شاء الله انا واخد وعد ان انا هاجرين ان شاء الله عايد الاختبارتين المشكلة كانت اصابة؟ اصابة اه انا اصابت ما كملتش الاختبار همّا كانوا فاهمين ده؟ هو الرولز اللي ويّه اللي حطينها كانت إنّ انت رصابت مرتين، أنا مجريتش مرتين أنا جريت مرة أحدى أصلاً؟ أنا جريت مرة أحدى، ما فيه مرة لوني أنا مرحتش أصلاً مرحتش الاختبار لأنّ كنت لسّا بعالك فكان لسّا ما كانش تم تأهيلي، فجريت الاختبار التاني ردّت على الإصابتين بعدها كلمت مع بريرة؟ كلمني كتير وحصل نقاش كتير والراجل بصراحة أفهم الوضع معندوش مشكلة يعني إنّ أنا أعيد لاختبار تاني وقاعدة موجودك في القائمة الدولية دايّك؟ القائمة الدولية خلاص هي رزق من عند ربنا وهي قدر زي ما هي أي شيء مقدر فبابه أقفلت يعني ماشي، أنا ليه بأسألك الأسئلة دي عشان أنت من الحكام اللي زي بيقولوك كده إيه أسهمهم كانت خضرة اللي هو طلع لفوق فجأة وانت طلع لفوق فجأة كابت محمد الحنفي مش موجود في القائمة الدولية مش موجود من بداية الموسم وانت السهم طلع لفوق يعني في تحسن في تحسن ومبارات كبيرة كثيرة ليه؟ إن شاء الله أوعدك إن محمد الحنفي لما يرجع للملعب السهم يطلع يضرب فوق تاني وانت يلاقش يعني بس أرجع للملعب تاني ترجع للملعب تاني وانت ووصك من ده مش قلقان لا فضل الله طيب